للأدوار يعني بنكمل بشكل كويس اولا كان بشوف الفترة اللي جاية ديت حتى بغض النظر عن التعادل الأخير ده مع الاتحاد لكان بشوف ان حيبقى فيه شيء ملتزامه من الانضباط اللي جاي في الفترة اللي جاية ديت واعتقد انه يرجع تاني في ريرة انه يبتدي الكواليتي والخامة بالقماشة نفسها السنة اللي فاتت كانت بشكل معين تخجم الطريقة خدمت مع القماشة اللي كانت موجودة السنة دي الغريب انك بعد صفقات عملتها المفهول بتسد بيها صغراتك حاسية ان الصغرات زادت انت عندك مشكلة في تخط الوسط عندك مشكلة في الهجوم عندك مشكلة في مركز ظاهير الايمن عندك مشكلة في صناعة اللعبة في تكوين هجمات ضد المنافسين فده بيخالي الناس كلها ببص للصفقات وتقول ليه هل هي صفقات غير ناجحة ولا ماذا ينقصها الصفقات نفسها بتحتاج الوقت عشان يحصل نوع من التجانس ده بيخد الوقت في الدور الاولاني بشكل كبير جدا فيه لعبة بيخد مع وقت الموضوع في اللعبة في الزمالك وفي الاهل ده بيخد وقت مع لعبة كتير اول حد ما تنسجم صح والزمالك كانش عنده فترة اعداد كمان بالضبط كده ان انت بتلحم الموسم التاني كمان لكن خلينا اقولك ان ان الزمالك جاي في الفترة اللي جايها ديت اللي حتى كمان في تصريحات مجلس ادارة والمصر المرتضى منصور ان انت الامر تغير كمان يعني انت بتعمل بشكل بشكل احترافي ان انت المساندة والدعم للجهاز الفني باستمرار بشكل بير جدا لان بيبقى فيه ناس متربصين اول الفريق ان الفريق اتعصر وان الفريق خلاص بواخد اتنين دوري لكن بتبقى فيه فيه تحدي وفيه منافسة قوية جدا لكن فيه مساندة للجهاز الفني وللعيبة بشكل بير جدا طرح ان ده الانسب هو اسأل مساندة حتى النهاية بقوة بقوة لاننا بشوف الاستقرار الفني نفسه الاستقرار الفني بيبقى مهم جدا لأنه بنعكس على أداء اللعيبة بشكل بير جدا لكن هو اختياره كمان في العناصر في التشكيلة المناسبة المناسبة للخامات اللي موجودة معها سواء اللعيبة الجدد اللي انضموا للفريق بشكل بير جدا لكن هو في نفس الوقت لازم يوصل في النهاية أنه حتى لو هيلعب بالمجموعة اللي كان بيلعب بها السنة اللي فاتت حتى لو اللعيبة جديدة انضمت لكن يبقى كيفية اشراقهم طيب لو دلوقتي انت يا كابتن اللي معاك القوام ده القايمة دي بمستويات الحالية للقايمة دي إيه الحدواشر اللي تبدأ بيهم لأن دايما بحس ان الزمالك بيدخل المباريات متأخر في الفترة الأخيرة بالضبط التشكيلة الأنسب دلوقتي بالظروف الحالية سواء بالطريقة أو باللعيبة اللي تبدأ بيهم المباراة انت بتتكلم على الطريقة أنا عايز برجع تاني للطريقة اللي فتلعب بيها تلعب 3-4-3 3-4 يعني بتلعب بالمسلوسي أيوة وبتلعب طبعا لو الوينش طبعا دلوقتي مصاب بتلعب بعبدالغاني أيوة في المكان دوته وبتلعب بحسام عبدالمجيد تمام وبتلعب بنيمار وبتلعب بإمام عشور وبتلعب بدونجة تمام في نص الملعب أو السيسي يعني بواحد من الاتين دولت وبتلعب ناحية الشمال بفتوح فتوح فتوح في الحتة دي ناحية الشمال عندك موجود كمان عبدالله موجود عبدالشافي لكن فتوح بيقد فيها شفت إزاي قصة فتوح وعبدالله جمعة دي قبل ما نخش للتلاتة اللي قدام في التشكيلة بتاعتك شوف أنا عايز أقولها حاجة هي بتبقى مشكلة بالنسبة للاتنين لعيبة بتحصل بتحصل في أي وقت بالنسبة للاتنين لعيبة في خروج عن الإطار أو خروج عن الالتزام في حاجات زي كده لكن احتواء بقى الأزمة نفسها أو المشكلة يعني هنا مثلا المستشهر مثلا هنا كأب إن هو بيقدر إنه يجيب عبدالله ويبتدي عبدالله يعتذر عشان الجبهور والموضوع يتقبله كمان الجبهور كمان وعبدالله يعتذر عن إنه خطأ منه بشكل بيت جدا في نفس الوقت الموضوع فتوح طول شوية وكان فيه شيء من التعاند شوية لإنه ممكن كان المستشهر كان ساير شوية لإنه أنا حاجتين مهمين جدا أنا رئيس نادي مسؤول لإنه أنا بتسئل عن اللعيبة دي بشكل بيت جدا في نفس الوقت دوري كمان أنا أحتوي الأزمة ديت وأبتدي ألم الدنيا بشكل كويس الأمور تلمت كويس عجبتني قوي يعني إدارة الأزمة بالنسبة للمستشهر مرتضى منصور بالنسبة للتنين لعيبة كان ممكن تدار بدري عن كده يعني خد بالك قبل خروجها بالشكل يعني طبعا التحليل لابد منه مازلت في انتظار حتى في انتظار إن المكافحة المنظمة تعلن عن نتائج التحليل إذا أجرتها لكن هي لم تتحدث عن الأمر حتى الآن إنما بشكل عام فكرة زي ما قلت الأب فكرة اللي ما تطلعش حايا كانت ضد لعبتك دي نقطة مهمة إن أنا بدافع عنهم والشكل نفسي ومعنوي كمان وإن أنا ما يبقاش فيئة هنا لهم إن هما كمان يبقوا صورة جيدة لأن طبعا أنت عارف الجمهور لما بيتغير بالنسبة اللاعب الفكرة بتثبت سواء الفكرة إذا كانت فكرة جيدة أو الفكرة بتتغير بتبقى فكرة مشوهة مش حلوة لكن احتواء الأزمة عجبتني كده بارد الأزمة بالنسبة لمشار مرتضى منصور إنهم أولاده وإن الأمور تلمت والدنيا بقت تمام بمناسبة إنك حطت دونجا في التشكيلة الأساسية بتاعتك قبل أن نروح للسراسي الأمامي ففرير اجتمع بدونجا وتكلم معاه في نقطة إنه لازم يكون أسرع في فكرة توصيل الكرات للجزء الهجومي لنادي الزمارك على مستوى استغلال كمان قدراته الجيدة في الكرات الطولية إنه هو يبني الهجمات بشكل أسرع على مستوى الأجنحة مين التلاتة اللي قدام في تشكيلتك الحالية كابتنا صاني؟ ممكن أحط زيزو أيها؟ يبقى زيزو يبقى موجود وممكن يلعب يوسف ووسما نبيه ويلعب الجزيري سيف الجزيري طيب